يتزايد أعداد المفقدين والقتلان نتيجة الفاضنات الغزيرة في ألمانيا وحولت الفاضنات الجداول والشوارع إلى بحيرات كما جرفت سيارات وتسببت في انهيار بعض المباني وأفادت الشرطة بوقوع قتلى وأن نحو خمسين شخصاً ما زالوا محاصرين على أسطح منازلهم في انتظار الإنقاذ وتسببت الفاضنات العارمة في انهيار ستة منازل خلال الليل في قرية شولد غرب كولونيا ولا يزال النطاق الكامل للأضرار في المنطقة غير واضح بعد عزل العديد من القرى بسبب مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية التي جعلت الطرق غير سالكة أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة كما شهدت مناطق واسعة من غرب ووسط ألمانيا ودول مجاورة هطول أمطار غزيرة ما تسبب في أضرار واسعة النطاق وأمرت السلطات في مقاطعة راينزيغ بجنوب كولونيا بإخلاء عدة قرى أسفل سد مائي واصل مخوف من احتمال انهيار السد كما تم تعليق حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية في أجزاء كبيرة من ولاية شمال راين أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بسكان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر